زعما جابوا الجيش تاهمتا كتولات ها شوف خوة الجزائريين اخطر فيديو وراح تشوفوه اليوم لكن ما تخافوا موالو جميع واحد يقرب من الحدود الجزائرية واش رح رح نشربولو انشربولو البن الصومام رحو يسنى فيهم المطلوب منك خوية الجزائري قبل كلش اهبط التحت خلي اللايك تاعك ما رحك خاسر والو الفيديو هذا نسحقه يوصل لكل الجزائريين لكل الشعب الجزائري لان الفيديوهات ما ولوش يوصلوا فانتو ما لازم تدعموني يا خوتي الواحد اراه يدافع عن هذا الوطن ما هو يشطح ما هو يدير في صوالح عيانين فابسط حاجة تقدر تديرها انك تخلي لايك المهم على بالي كامل رحكم تتسألوا وش هو هذا الخاطر علش قلتلنا اختر فيديو اسمعوا خوتي الجزائريين بكل بساطة الميليشيات الفايحة تحفطر الممولة من طرف الامارات والمدعومة بمرتزقة من عدة جنسيات يا خوتي راه تتحرك نحو جنوب غرب ليبيا تسمى وين يا خوتي؟ اغدامس وش نفهموا من هذا الشي؟ انه تهديد للجزائر الفايح حفطر راه يهدد فينا والله ما تعيى شارب البن صمام في الحدود انت وتحير كيف اشجاك البن صمام؟ ما تفهموا له وزيد فوق الشيء هذا كامل طلقوا فيديو رح نشوفوا كيف كيف فيديو بالمونتاج و بالدرونات من فوق كما يستعرضوا القوات تحهم شوفوا خوتي اغدامس وزيد فوق الشيء تفرجوا ملاح هل مزوجة سنطلق لليكس؟ نحب ينزع الماء يهددون الجزائر يا خوتي تفرجوا ملاح الجنوب معكم يا حفطر رأى هم جاعين يا الله رأى هم جاعين مرتزقة خامجين زعم فيديو مننا شوفوا حالتهم حالة شوفوا هذا يا أقاوتي يرحم بابكم قولوا لي هذا السيداية قولوا لي مش يبان ممثل هندي والله يبان ممثل هندي خاطئ خلاص الجيش حب تحتلنا يا الفائح حفتر قول كما قالوها البراتيش سيقومون باحتلال منطقة من أراضي الجزائر يا أخي حالة شوفوا قاوتي الخرطة على بالكم زعم هذا مديرين في أنفسهم بل يراهم يهدوا الجزائر وكذا يا والله ما رانا سمعين بكم الجيش الجزائري راه موجد لكم وش تسحقوا والله موجد لكم وش تسحقوا أني نقول لكم شو زعم الفائحين مننا عندهم نوع واحد يا أخوتي تع المدرعات نوع واحد حبين يهدوا أسيدهم الجزائريين يا أخي عبادي الله غير تخلصوها غالية أقسموا بالله تخلصوها غالية تبانوا على بالكم تبانوا رايحين في جولة سياحية لم يكن لكم رايحين تحاربوا أو لا حتى ياخوتي الهندة لا تحمى هندة متعانا سكرة جيدة كما تحاربوا أو لا نحكموكم نقطعوكم لا تعرف ما نقطعك نقطعك شعبة التوجيه المعنوي برئاسة أركان القوات البرية يا أخي يا حالة يا أخي يا أخي ها والبراتيشة مديرين حالة أم قل بينها قل لك خلاص حتلوا الجزائر خلاص دخلوا عليها وليما على بالوش البلاصة هاي البلاصة إكزاكتوين لغدامس يعني الحدود الجزائرية علش الحدود الجزائرية باينة باينة من عند شكون مموالين من عند الزريبة الأخرى من عند الدولة هذه الفائحة وهذا هو البيان يا أخي اللي جامل عند الحكومة الوطنية الليبية يقول يطلب من كافة منتسب قوات العملية المشتركة تواجد فورا بمقر القوة بكافة تجهيزاتهم ومعداتهم الأمر في غاية الأهمية شفتوا يا أخي رح تتخلط في الحدود تخلطت في الحدود الجنوبية قلنا مع ليش رح زيد الحدود تعليبية يا الجيش الجزائرية ديروا الهدار ديروا الهدار لأنه خلاص عينا منهم ديروا الهدار سقلوهم شبعوهم سقلوهم ما يزيدوش يعاودوه هذا تعكف برك كي يديو الكف يكونوا فرحانين دركي يا أخوتي رح نشوفو يعني التقدم تحم لأنه بدأوا يمشيوا بدأوا يمشيوا في الطرق بدأوا يمشيوا نحو غدامس شوفوا أخوتي الجزائرين شوفوا خفارات ها؟ شوفوا تنبيلات حتي تلد منobilته هذو الفيحين يا أخوتي حبين يهدوا الجزائر أي يفهموني فيها برك هذه أنا حب نفهم هذا ما كان هذو الفيحين حبين يهدونا زعمه مش تعرفوا بلي كين وراهم كين وراهم تمويلات كين وراهم دول بأكملها يعني ما يقدرواش يهدوا كما هكذا وحدهم ولا يديروا هده كما هكذا أن يروح لك للحدود تاك كين وراهم تمويلات أجنبية بين الحكاية دولة الإمارات الفيحين هذو كثاني تاها روسيا روسيا هذيك توقع منها كل شخوية الجزائري نزيد مدلكم معلومة ودروها مليح فريصانكم روسيا الكابوس تحى أن الجزائر تنجز مشروع خط القاز النيجيري هذك والله كما نحكي معاكم يا أخوتي لأنه رح يقضي تماما على السوق روسي بتاع القاز السيبورسات تلقاها ملتهبة دائما في الجنوب الجزائري انقلابات من دولة لدولة فاغنر علىها تمركزوا في الجنوب تفهم بزاف صوالح من الأخر فهمتوا؟ كابابل روسيا تتحد مع هذو الميليشيات على جال واش على جال اللعفايس ليراهم ما يديروا فيهم ضرق فهمتوا؟ على جال بشي يلتيوا الجزائر ما يخليوش الجزائر تركز في المشاريع الاقتصادية يخليو دائما المنطقة ملتهبة يخليو دائما المنطقة شعلة شفتوا يا أخوتي؟ هذو الفايحين لحبينا يهدوا الجزائر هيا يردوا عليهم في التعليقات هيا كل واحد يرد عليهم في التعليقات أنا نرد عليهم مرد بسيط جدا يعني ما نكثرش معهم الهذرة كل من يقترب من الحدود الجزائرية سيشرب من لبن الصمام تشرب وقرعة صمام بردة وش نقولك؟ ما زيدش تنساها في حياتك لكن كينا حاجة بعد ما تشرب لبن الصمام ستكون آخر شربة في حياتك فهمت يا البرتوشي ولا ما فهمت رح تكون آخر شربة في حياتك فهمت يا الفايحة حفتر ولا ما فهمت إما لا كملوا كملوا في طريقتكم نديروا الهدات اللي راكم رايحين نديروها بالصحي رح تبكي عليكم غري مماكم هذه ديروها مليح قاعدة في ريصانكم جزائر ما رحش ترحمكم الحدود تعالجزائر خط أحمر والله ما رح ترحمكم للشعب للدهلة للجيش ما كايش لي رحمك في الجزائر من الأخر نربحوا العيب مع كامل الدول على جل حدود تعنا على جل سيادة تعنا يوم خلطوها مش غير نشعلوا حروب نشعلوا حروبات يا جدك فنقولوها ونعودوها رانا نستنو فيكم ماذا بيكم تجيوا إذا كنتوا رجالا بركونا من الهدات سنقوم بالتوجه إلى المنطقة الفلانية وبعدها تروحوا ترجعوا له له ما تديروا ولو نسحقوكم تروحوا تديروا بش تشوفوا مليح رد فعل الجزائر ما تديروا وعليك العفايس تعالولات صغار هدد هدد داقيق كما الناس ينوم هدد من الأخر تحية الجزائر لهم غدوة وهذه البلاد كي نرجل وراها ما تخافوش يا الجزائرين عمركم لا تخافوا وفتخر بأنك جزائري وما تنساوش كما وصيتكم خليوا اللايكات تاعكم بخوتي الجزائريين نسحقوا الدعم تاعكم والبلاد هذي نبنيوها احنا يا ولادها سلام عليكم شكرا